حصل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق على ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب الديمقراطي ليفوز رسميا بترشيح الحزب لخوض صباق الرئاسة أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل ويحتاج أي مرشح إلى 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية على الأقل للحصول على ترشيح حزبه وتخطى بايدن هذا الرقم بعد أن أجريت الانتخابات التمهيدية في سبع ولايات وفي العاصمة واشنطن وبذلك أصبح المرشح الرئاسي الوحيد للحزب منذ أن انسحب منافسه الرئيسي بيرني ساندرز وهو عضو في مجلس الشيوخ من السباق في أبريل نيسان الماضي